هذا وكان لهجمات بروكسل انعكاسات بالغة على الدول الأوروبية خاصة على الصعيد الأمني والسياسي بلجيكا بطبيعة الحال تأثرت اقتصاديا لسيما القطاع السياحي الذي تراجع بشكل واضح بفعل الإرهاب وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الستوديو الزميل عزيز فتحي عزيز مساء الخير مساء نور حسن أكيد أن السياحة عزيز في بلجيكا كانت المتضررة الأول يعني بعد هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي هل من مؤشرات حول ذلك؟ نعم حسن السياحة عموما كانت تعاني ما تعاني في شتى دول العالم وجاءت هجمات باريس ومن بعدها هجمات بروكسل فعمقت من أزمة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي مباشرة بعد حلوث الهجمات الإرهابية في بروكسل سارعت منظمة السياحة العالمية إلى اعتبارها دربة قاسمة للسياحة للسياحة على السعيد العالمي وعقب هذه الأحداث الدامية أصدرت معظم السلطات الأوروبية توجيهات لمواطنها كي يلزم أماكنهم وأن يتجنبوا المناطق المزدحمة بما فيها المقاهي ومراكز التسوق وقد أدى الإحجام عن السفر إلى هبوط مؤشرات معظم شركات الطيران البلجيكية والأوروبية التي كانت في الأصل تعاني من تراجع الحجوزات الخاصة بالعطلة الصيفية بمعدل 5% وهي مؤشرات باتت مهددة بالتراجع بشكل أكبر بعدما شهدته العاصمة البلجيكية من هجمات روعة الأمنين وإجراءات أمنية مشددة في جميع مطارات الدول الأوروبية عزيز ما تأثير ذلك على حركة الأشخاص وحتى على حركة البضائع أيضا؟ نعم حسين قد تستطيع هذه الحواجز الأمنية أن تكون عائقا وراء اختراق الإرهابيين لتلك الحواجز لكنها في المقابل تضيق على أثرت سلبا ربما على حركة نعم المبني أساسا على حرية التنقل والسوق المفتوحة من المتوقع أن يؤدي تشديد الإجراءات الأمنية في جميع مطارات أوروبا إلى تراجع حركة الأشخاص والبضائع وقد أعلنت جميع الدول الأوروبية عن تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق الحساسة وامتدت تلك الإجراءات إلى الكثير من دول العالم إجراءات قد تستطيع التضييق على الإرهاب لكنها في المقابل تقيد حركة المعاملات الاقتصادية في مجموعة قائمة على أساس السوق المفتوحة والتنقل الحر وكان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة كما عزز برنامج شراء الأصول في إطار مساعيه لزيادة معدلة النمو داخل الاتحاد الأوروبي لكن تكرار الهجمات الإرهابية قد يبطئ إن لم يعرقل عملية الإصلاح الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الأوروبي عملية الإصلاح يعني يتم الحديث عن ضخ ميزانية معينة لإصلاح النظام الأمني في بلجيكا يعني ما هي هذه الميزانية المخصصة لذلك عزيز؟ نعم حسن قامت الدولة البلجيكية بضخ ميزانية بتعد بمئات الملايين من الأورو لكن في كل مرة يقال بأن هذا الجهاز ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم نعم أعلنت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أنها ستنفق 400 مليون أورو لتطوير قدراتها الأمنية وقد سبق للبلاد أن خصصت 400 مليون أورو لجهاز المخابرات البلجيكي عقب أحداث باريس الإرهابية لكن خبراء أمنيين يشيرون إلى عدم كفاية التمويل المخصص لأجهزة الاستخبارات داخل الدولة البلجيكية كما يتحدث المراقبون عن ازدهار تجارة السلاح داخل السوق السوداء ويشتغل في وكالة الاستخبارات البلجيكية 600 فرد فقط وهو ثلث عدد العاملين في وكالة الاستخبارات في بلد مجاور مثل هولندا طيب في مقابل هذه الخسرات من المستفيد من هجمات بروكسل عزيز إن صحة طبعا التعبير وإن كان هناك مجال للاستفادة يقال حسام ربا درة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد فدائما في الحروب الأزمات يستفيد مكتنزو المعادن النفيسة وفي طليعتها الذهب فبعد الهجمات الدامية التي ضربت مطار بريكسل ومترو بالعاصمة البلجيكية ارتفع سعر الذهب مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة من المخاطر وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 1% إذ وصل إلى 1259.60 دولارا للأوقية ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفع سعرها البلاتين والبلاديوم والفضة مسجلة أعلى سعر لها منذ أربعة أشهر ارتفع سعر البلاتين بـ 1.5% ليصل إلى 996.50 دولارا للأنصة كما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 607.50 دولار للأنصة فضلا عن معدن الفضة الذي ارتفع سعره بـ 0.2% ليبلغ قيمة 15.86 دولارا للأنصة انعكاسات سلبية لهذه الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بروكسل على الاقتصاد البلجيكي شكرا جزيلا لك زميلي عزيز فتحي على كل هذه التوضيحات حول موضوعنا اليوم نلقاك إن شاء الله في مواضيع أخرى في موعدنا الأخبارية المقبلة شكرا جزيلا لك شكرا لك